هذا وأعلن المتحدث العسكري المصري أن مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة في مناطق متفرقة شمال قطع غزة وفي بيانها أوضح المتحدث العسكري المصري أنه تم تجهيز طائرات عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية العاجلة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان القطاع كما أكد المتحدث العسكري المصري أن مصر تواصل جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع لتلبية الاحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني